سقوط وادي سيدنا يعني سقوط السودان لا أقول سقوط الخرطوم وادي سيدنا الآن هي أكبر قاعدة عسكرية الآن هي أصبحت تستقبل الطيران تستقبل الإمداد حتى إذا سقطت وادي سيدنا فالدعم السريع ليس بحاجة إلى أن يتحرك إلى مناطق أخرى تعني فعليا سيطرة الدعم السريع على السلطة بالتالي الآن الجيش يحصن وادي سيدنا بأعداد كبيرة من القوات ويزعى إلى التمدد وزيادة دوائر الدفاع عن القاعدة وينتشر غربا وينتشر جنوبا وشمالا فقط لا يستطيع أن يتوجه شرقا باعتبار أن النيل يحجز القاعدة سيدنا وقوات الدعم السريع توجد على الضفة الأخرى من النيل وتمارز عمليات القصف العشوائي على القاعدة يعني ترجمة نانسي قنقر